كنا نتفق على شيء مثلا نبلور صيغة ما في لقاء معي مثلا ويذهبان إلى الوزير خارجية دولة الكويت ليعرضا هذه النقطة والرأي الذي يحصل يبلور مرة أخرى بصيغة معدلة أو بالاتفاق أو كذا إلى أن بنيت صيغة الاتفاق بشكل كامل طبعا ما طولت العملية أيام أو كذا حقيقة ساعات لأن المؤتمر كان منعقد فلا مجال لمزيد من الوقت للمشاورات والتطويل وغيرها ساعات وحسم الموضوع وأذكر أن رئيس الوفد العراقي كان في طابق يعلو بطابقين عن هذا الفندق تقصد في الفندق نعم يا فندق هو الحنا كنا يعني المؤتمر عن عقد في فندق فينيسيا في بيروت في بيروت في آذار حتى بس أذكر المشاهدين نعم في آذار مارس من عام 2001 نعم 2002 2002 عفوا 2002 فكنا نجلس أنا والوسيطين الشيخ حمد والسيد عمرو موسى في طابق وكنت كل ما نحسم قضية معينة أو نقطة معينة أعرضها على رئيس الوفد رئيس الوفد كان السيد عزة الدوري كان مقيم في طابقين أعلى من الطابق الذي كنا فيه الفندق كان فيه أربعة مصاعد فقط أو ثلاثة وكان بوجود كل الوفود في هذا الفندق كانت المصاعد مشغولة وكنت أضطر للصعود والنزول على الأدراج لكي نحسم الموضوع بسرعة وفعلا توصلنا إلى الصيغة النهائية للاتفاق خلال يعني في يوم واحد لكي تعرض على القمة وتصدر ضمن ضمن البيان النهائي للقمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر